ويسبوا الماكرين ويقولوا الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين وازهدوا فإن العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديكا يؤذن لصلاة الصبح فينا فأتت ديكا رسولا من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا فأجابت ديكا عذرا يا أضل المهتدين فأجابت ديكا عذرا يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين عن ذوي التجاني ممن دخلوا البطن اللعين إنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا في البدء كل الشكر لأخوانا في مبر التوحيد والسنة على إيطاعة الفرصة إثران الحوار والنقاش يخاطبوا في القضايا التي تهم الطلاب يخاطبوا في مشكلة الاتحاد في مشكلة الجمعيات يرونوا الواقع ومشاكلة فيه ومشاكلة فيه ومشاكلة فيه ومشاكلة فيه يحلوها أنا طالب بالنسبة للمشكلة المباشرة ما البرعي ولا الكباشي ولا أفلان هذا المشكلة مؤثر علي مباشرة أنا أرى المشكلة الأساسية ومشاكلة أريد أن أرى أين ومشاكلة المهمة الطبسات لأنه يخاطبوا المشاكل التي تخاطبوا الواقع للطلاب تنقطة النقطة الثانية ادعيت كم ادعاء ولم تدللت عليه وقلت لدي الدليل قلت الترابقة الما في زكاة دليل أين الترابقة الما في زكاة لا أسمعناه صراحة آخر أدا أروضح موضوع عذاب القبر أنا أنا إسلامي أنا مؤمن أنه ما في عذاب قبر كيف ببساطة كذا أنا مؤمن أنه العذاب في القبر عذاب روحي أو عذاب نفسي القبر ده منطقة مادية أو مكان تم تقول القبر ما تحفرت إلى ذول مكان في الأرض ودفنته في جسد قاعد أنا أعتقد أنه العذاب عذاب للروح أو عذاب نفسي ما عذاب للجسد نفسه والدليل آلي ستدلت بعد يأي بتدل عليك ما معك بتاعة النار يعرضون عليها بكرة وعشية فرق بين غدوة غدوة ما عليش ما حفظة لأي بس غدوة وعشية ويوم القيامة يدخل أهل فرعون أشد العذاب فرق بين تعرض على النار وبأنك تدخل النار فريق أظن ولغويا فريق لما زولي عرضوا على النار أو عرضوا على الجنة مثلا دا لحاجة لا علاقة بالروح ما حاجة ما هو شاء له دخلوا النار فرعون دماش أشعروا طالد دخلوا النار يوم القيامة لكن أدخلوا في العرنة أشد العذاب العذاب الفعلي للجسد العذاب المادي بيكون يوم القيامة في الحياة الدنيا بيكون عذاب نفسي أو عذاب بيقولوا حرب نفسية لما زول يكون زول معذب يجيبوا وعرضوا على النار يوم الصباح وميسا وعرضوا على النار ودخلوا دا عذاب نفسي فعليا هم أدخل النار فعليا هم أدخل النار لكن يوم القيامة سيدخل النار فرأي بأنه ما في عذاب قبر هم ينكار مطلق لأنه خالص ما في عذاب الانكار إنه ما في عذاب مادي للجسد في عذاب روحي وهو عذاب نفسي للنفس و هذا رأي ابن عثيمين عنده نفس الرادة إنه عذاب يكون عذاب نفسي العذاب الفعلي بيكون يوم القيامة قلت الأزول لو مشى هناك وقالوا ليه وقال إنه يعني سألته من قضية من قضايا التوحيد إنه لو لو يعني أنكر بعض الخرافات مثل ما تقوله بشوته بره دلي على الكلام أنا ممكن أن أقول كلام بسي نمشي مع بعضهم داخلهم وأقول كلام دي إنه في خرافات فيها بغطيهم في النهاية هنشوف حيشوتوني بره ونحيشوتوني بره عشان ما يكون كلام ساكت يعني ما تدعى الناس حاجة أنت بذكر تدليل عليها الله بيقول إن جاكم فاسقون بنبين فتبينوا ونتصيبوا قوما بجهالته فتصيبوا لما فعلتوا منادمين الآن أنا ممكن أن أدخلهم وأقول لهم الصوفية عملوا وقالوا وقالوا شوف يشوتوني ونحيشوتوني حتى ما تدعى الناس هناك منذ الموضوع التوحيد كنت الإسلامية بتتكلم عن التوحيد يعني رسالتنا الأساسية في التوحيد قايمة عن التوحيد الترابي ذاته خلاصة نظريته في الحياة وكلامه كله طلب حسمها التفسير التوحيدي التفسير التوحيدي خلاصة تجربة في الحياة تعليموا الفرق إنه من التوحيد يكون في الكتب وتوحيد جامد إلى توحيد الحياة لينا قدة ناس تزالية لحيمى خالصة يللا سبحانه وتعالى من التوحيد ولا يكون في المنابر ولا في الكتب توحيد في الحياة كلها سياسة وثقافة وفن وأكاديميات في الجامعة يكلون توحيد فنحما شروعنا الأساس وفكرنا الأساسية غايمة على التوحيد لن تقولون أننا نتكلم في التوحيد لكن لا أرسل توحيدكم للصوفية التوحيد شامل للحياة كلها في ويش فن وثقافة وسياسة واقتصاد كله حياة كلها وحدة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى ترابي قال ما في زكاة بس ما تغير ما عندي حاجة وشكرا بس حيث تدينه ترابي قال ما في زكاة المتين ورين المتين قال ما في زكاة عشان نعري بس شكرا شوف غيرا كتابة جيبه 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 الكتب المعك طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشاب المتداخل وهو قال إسلامي ولعله مؤتمر وطني شكدا شعبي شعبي تابع للترابي طيب نعلق أول حاجة على نقاطه وبعدين نجي لآخر حاجة وهي مسألة شعبي تابع للترابي دي الشاب أثار نقاط هي خطيرة جدا خطيرة جدا أول حاجة دخل بأبياد بتاعة شعر بتاعة الأساس زمان برز السعلب يوما في ثياب الواعظين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا أنا ما عارف يدت الأبياد دي يعني دار تصل بها ليش نوب الضب لأنك جبت أبياد شعره ما علقت عليه أصلا في المنبر بتاعنا وقلت مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا فتقصد هل نحن ثعالب يعني ولا قصدك شنوب الضب ولا ما هو يعني مناسبة الأبياد التي جبتها هنا في المنبر تابدت بأبياد قديمة بدرسوها زمان في الأساس فما دار نعرف الحاصل شنو يعني هل نحن ثعالب برزنا في ثياب الواعظين ولا قصدك شنوب الضب طيب أول حاجة نحن نحن ما جيناك يعني من كيسنا نحن ولا قاعدين نقول لك كلام من عندنا نحن نحن بنقول لك الله قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما جيناك نحن من عندنا عشان لو كنت أنت لو كنت قصد إنه نحن ثعالب وبرزنا في ثياب الواعظين نحن ما ثعالب والله نحن بشرة والهاجة وبنعظ الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم السعالب ما عنده كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقضايا الطلاب لأنه أنكر على أخونا لما قال المنبر داك يعني كتير والمنبر دا شوية ودمامي قياس على إنه الحق مع الكترة جاء قال المنبر بهناك بيهتم بقضايا الطلاب عشان كده المنبر بهناك كتير وإنتوا ما بتهتموا بقضايا الطلاب عشان كده المنبركم الناس بسيطين هل الاهتمام بقضايا الطلاب إنك تقول المهدي المنتظر ما في ولا جاي أنا جيبين جيت ماري سمحت الشاب الشعبي الهناك ها الذي يدبع للترابي وده العبارة عن يتامة عرف اليتامة كما قال العنقريب الأسمر قال شنو قال ما تعرف حرمان اليتامة وكما قال دي اليتامة مع أبوه مات الترابي عرفته يتامة حيارة ما عارفين يمشوا وين ولا عارفين يعملوا شنو عن ديل هل الاهتمام يعني أنت اكتب ما تجيب ساي اكتب ايو اكتب اكتب ما بتحفظ انت اكتب بدليل إنك قلت ما حافظ الآية وانا جايقنا الآية المنحافظة انت اكتب يا ولد أو هتقول لي أنا سامعك فهل قضايا الطلاب إنك تجيب تقول للطلاب المسيح ابن مريم ما نازل هل قضايا الطلاب إنك تجيب تقول للطلاب المهد المنتظر ما فيه أنا سمعته بأعطاني بيستهزع قال ما يمكن يجيب يقول لك أنا المهد المنتظر وانا ذاتي أقول لكم أنا المهد المنتظر بيستهزع بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلا خليه يجي انزل معانا هنا شندنا غيزاته هل هو بيتفق معانا في المراجع بتاعت الإسلام القرآن والسنة ولا ما بيتفق معانا وانت ذاتك كشعبي تتفق معانا في القرآن والسنة ولا عندك رأي في الحيطة دي أكتب أكتب ما جاوب من بره لما نفتح لك فرصتان تخش فإذا إذا أنت بتتفق معانا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة دي هشنو ذاته وجاتنا من وين والجابة لينا منوه نحن عندنا السنة دي ثبتت عن طريق الإسنات والشعبيين عندهم مشكال في الإسنات لعلك تكون لسه صغير ما وصلت درجات كبيرة عشان تفهم ذاته أفكار الترابي الشعبيين عندهم مشكال حتى في الإسنات وبيطعنوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الترابي الترابي اللي هو شيخ كنته ولد وشيخ الولادات البهناك دي الترابي قال أنا أؤمن بكلام الكافر ولا أؤمن بكلام النبي في حديث الزبابة الكلام دا قالوا في جامعة الخرطوم أظن الزمن دا كنت ما مولود ذاته ولا أقام لك شنب ولو كنت مولود كلام دا قالوا شما تقول لي الترابي قالوا وين كان داير صوت وصورة مستعدين نجيبه لك في جامعة يا ولد صوت وصورة أدخل اليوتيوب ألا قطعك يا أخي ما تقاطع من بره دا سوء أدب هذا سوء أدب من الإسلاميين مفروض تكون متأدب نحنا لا قطعناك والكان بيقاطعوك دين ما نحن دين شباب من الجامعة ما قطعتك أخليك محترم جدا فالترابي في جامعة الخرطوم ناديك فرصة ولد أصبر 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 ناديك فرصة في جامعة الخرطوم الترابي قال عيسى ما نازل خليك بره ناديك فرصة يا أخواننا دي ما جامعة دي ما جامعة محترمة والأركان دي فيها يعني فيها أدب أدب بتعني غاش نحن ما الشغلة ما فاك كذريبة أي واحد يخل زي ما داير قال الله خليك بره يا أخي لما ناديك فرصة خليك محترم شاب محترم في جامعة الخرطوم في الميدان الغربي لعله أو الشرقي الترابي أنكر نزول المسيح عيسى بن مريم قال ما نازل قال تلقاهم جارين بين الصفة والمروة جارين ماشي جارين ماشي كلام فارغ كلام فارغ ده الترابي السعي بين الصفة وال لا إله إلا الله يا ولد ما تتأدب انت أخي تأدب الله يهديك انت ما تتأدب لما أنا بعد ما أخلص سي تخش لكن أنا بتكلم ما ممكن تقاطع دين من الاتناس هو أدب من الإسلاميين ما عندهم أدب ولا بيعرفوا يعني أدب الحوار والنقاش إنا فتحنا لك فرصة دخلت في من برنا وما قاطعناك وتكلمت وقلت خلينا نرد عليك بعد ذلك ندخلك تاني هرفته الترابي قال ما عشرين جايين ما عشرين جايين كلام فارق كلام فارق السعي بين الصفة والمروة قال كلام فارق قال عيسى ما نازل قال يقول لك المسيح الدجال وما عارف عينه عاملة ايه ويه كذا كلام فارق كلام فارق قال ده الترابي في جامعة الخرطوم مسألة علامات الساعة قالوا طلعوا لينا بحاجة يسمى علامات الساعة الكبرى أنا باجيبوا لك بصوته بالظبط ارفته قال طلعوا لينا احنا اطلعنا احنا اطلعنا لك قال بي أنا مات الساعة الكبرى وياجوج وماجوج وما تعرف ايه كلام فارق كلام فارق قال Labour قالوا لحنا الحاديث ديولها أخوانا الحديث ديولها أنا أنا ما فاضي ما طايق أنا أنا فارغ يا جوج وما جوج حلف الاحاديث بس انت ما قرأت سورة الكهف في سورة الكهف ربنا ذكر يا جوج وما جوج عرفته قال كل كلام فارغ الترابي بينكر القرآن لأنه يا جوج وما جوج ودابة في القرآن الترابي قال ده كل كلام فارغ في جامعة الخرطوم قال يقول لك في الصلاة قال بيعمل كيف سبحانه 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 قال ده كلام فارغ قال يقول سلام عليكم سلم على مين كل كلام فارغ الدين كله عند التراب كلام فارغ جاء في رمضان الجريدة قاعد عندنا يريد تحدد معنا زمن كذا سألنا جيك نجيب لك الشغل ده كله صوته صورة الجريدة قاعد عندنا قال ما في عاجة اسمه ليلة قدر ليلة القدر ما في أصلا التراب قال أنا أعلم من النبي أنا أعلم من النبي لما نعصروه قال أنا أعلم من أبي أنا أعلم من أبي زي زمان زمان كان مطلع للكيزان النشيد بتاع الطاغية الأمريكان ليكم تسلحنا زمان دمع كله شغل التراب والجكة دي لله والصلاح دي لله اتقال دي حقت منه اتعت التراب جاب غشبها للكيزان عرفته الطاغية الأمريكان لما نعصروه جماعة جابوا في غنات الجزيرة ولعلها العربية قال أنا ما قلت الطاغية الأمريكان قال أنا قلت الطاقية لأمر كان لأمر كان ما زول تعلب زول تعلب عرفته مما تحصلوا بيجاي بفر وبمشي بهناك عرفته دي مراوغات كلها من التراب التراب هذول ما خلشي في الدين وما أنكروا التراب الصلاة الصلاة أمسك الصلاة أنكر فيها الحاجات القتاليك دي وغيرها الزكاة قال ما في زكاة عديل قال ما في زكاة أمشي للحج الصفا والمروة كلام فارغ قال يقول لك رجم الشيطان معقولة أخواننا يعني حابين صلى على سيطان دي كلام فارغ قال قال يقول لك رجم الشيطان أنكروا التراب عرفته كله دا أنكروا التراب بعد دا كله تجد قل لي أنا مؤتمر شعبي لا تحتش لا تحتجل تقول لي أنا أخي أنا مؤتمر شعبي فقال هذا ما غضايا الطلاب هذا قضايا أمة إسلامية هذا الذي ينكر القرآن وينكر رسل النبي عليه الصلاة والسلام تقول لي بغضايا الطلاب أنت ظن عجبتك الصفقة التعبانة كان يتلمونهم كم يتلاتة أو خمسة بنات يصفقهم يقول لك بغضايا الطلاب الآن يخطبوا ماذا من غضايا الطلاب والطلاب بيستفيدوا يجنو من منبر الشعبيين يستفيدوا يجنو الآن يطلعوا بيشنو يعني إنت كزول طالب هل الشعب ذا بيخفض ليك الرسومة الدراسية لا انت كزول طالب هل الشعب ذا بيقلّ لك رسوم المواصلات لا انت كزول طالب هل الشعب ذا بيجيب ليك طحنية وحلويات في الداخلية الساكنة انت فيها تقول لي بيخفضوه يا طلاب ويناء غضوها يا طلاب يا ولد ديل بيهدموا الإسلام تعرف المعلومة ديل بيهدموا الإسلام اللي علموا اللي الترابي إنه يهدموا الإسلام ديل أولاد الترابي طيب قال أنا مشكلتي الأساسية كطالب ما البرعي ولا المكاشفي دا قال دي عندي ما مشكلة أساسية أصلا قال أنا ما مشكلتي الأساسية البرعي ولا المكاشفي نحن ما موضوعنا معاك البرعي كشخص أو المكاشفي كشخص نحن نتكلم لك عن باطل نشر البرعي كتاب البرعي فيه؟ وينه؟ الطبقات كويس لمشي للطبقات نحن نتكلم عن باطل نشر البرعي ونشر الصوفية انت كيف تقول لي دي مشكلة أنا عندي ما أساسية يا أخي البرعي البرعي يقول في ديوان رياضة الجنة ونور الدجنة قال أحمد الطيب بن البشير بيحيي الموتى قال ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تغلب دي البرعي في كتاب رياضة الجنة ونور الدجنة في ديوان علام الطريق هل بيطبعو الكيزان؟ تقول الكتب دي بيطبعوه منه؟ تطبعوه إن تدل تقول لنا ما مشكلة للبرعي؟ تطبع ليه أو ليه؟ طيب وكيد انت أصلي شايف إنه البرعي ده ما مهم لك وما ديه دكتوراه فخرية من جامعة النيلين ليه؟ وكيد ما مهم بالنسبة لك في ديوان علام الطريق البرعي قال حسن سيدي وتحسون بكم؟ حسن فوق الكون متحكم فوق الكون متحكم جعلوا الشيوخ مع الله تبارك وتعالى ده البرعي البرعي قال في ديوان رياضة الجنة ونور الدجنة وقال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي الحسين بن مصور الحلاج الكافر الذي كفره العلماء زي ما نقل ابن كثير في البداية والنهاية قال على معبودكم قدمي وضعته قال خاتي كرعي فوق معبودكم أنتم معبودكم منه؟ الله قال أنا خاتي كرعي فوق معبودكم البرعي قال يا له من عارف كاسي بيمدع فيه تيدي تقول لي أنا مشكلتي ما البرعي؟ انت عارف؟ تشفت ده سبب ضياع السودان والله شفت الصنفة زي ديل ديلة ضيع السودانين لأنه بيفتح للبرعي يقول لي هاجة دار يقوله لما نجي نحن ننكر يقول لك لا ما مشكلتنا ما البرعي والمكاشف خلاص يت على كيفك أنا مشكلتي في البلد دي البرعي والمكاشف هل ترايك شنو؟ على كيفك يت ما يتشايف إنه الموضوع ده ما مهم بالنسبة ليك؟ خلاص على كيفك أنا أعمل لك شنو يعني؟ لكن لا بد تعرفوا يا طلاب لا بد تعرفوا إنه الطرق الصوفية دي الطرق الصوفية كلها ضيعت الإسلام في السودان ومن أكبر مشاكل الطلاب وجود الطرق الصوفية في السودان مش انت دائر خضايا الطلاب؟ انت يا طالب الآن ما قاعد تلقى حافلة تصل بها البيت مش في زحمة في شارع في زحمة مواصلات ما فيه السكر غالي والموية ماشية غالية والأكل ما قاعد تاكل كويس مش كده؟ انت سيقاعد تاكل زي ناس السعودية؟ ما قاعد تاكل زي يوم يا زول؟ طيب ليه المشكلة شنو؟ المشكلة الأساسية في الموضوع ده شنو؟ نحن بنقول ليك المشكلة من كلام الله تبارك وتعالى ربنا ذكر لنا المشكلة الاشراك بالله تبارك وتعالى البنشور الصوفية لأن الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض افتح ليه ذا علي الله؟ جيب ليه كرامة يا ريض كرامة كذا من النوع الفتش جيب شان أنا دار أوري الشاب ده بس شان نشوف هل دي مشكلة من المشاكل في السودان ولا ما مشكلة؟ وهل بتهمنا كمسلمين؟ ولا ما بتهمنا كمسلمين؟ إذا كان يا أخواننا البرعي والمكاشف وطرق الصوفية بتنشر كلام زي ده ومسبب الضيق في المجتمع ومسبب الضيق الاقتصادية تقول لي أنا ما مشكلتي البرعي ولا المكاشف عرفتوا أخوانا؟ عرفتوا سبب ضياء الدين في السودان؟ يا هم الناس دي أنا الآن بدخلك توريني بس رايك شنو في الكلام ده توريني لحظة توريني هل الكلام ده بالنسبة لك إذا كإسلامي زي ما إنت قلت تباش قلت إسلامي؟ إسلامي يعني شنو؟ مش ككتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عندك إسلام تاني؟ مش لأهل إسلام؟ أنا دائرة كإسلامي توريني الكلام ده صح ولا غلط؟ بس ولا تزيت لي حرف واحد يا صح يا غلط دي يا أخي أخي التاسي ما سمعته عرفته غلط كيف يمكن صح؟ أيوها كريته يعني ده بتاع الطبقات ده غلط أيوها طيب كيف تقول ما مشكلتي؟ كيف تقول دي ما مشكلتي؟ ليه ما مؤسرة عليك في الجامعة؟ وإنت قال الدين ده في الجامعة بس؟ انت يا آهد ساكن في الجامعة ولا شنو؟ أنت مع الشجر قاعدت في الجامعة؟ يا ذول الموضوع لا ينبي له أنا في الجامعة بس إحنانا ينثل لن تتكلم عن الدين في الجامعة في الحلة في المسجد في أي محل نحن بنتكلم كدين ليس كجامعة لا أقول لي كطالب في الجامعة أنا أتكلم كمسلم ليس كطالب في الجامعة يطالب الجامعة لا ي pasting with Islam يعني؟ تعني أخذ بالبوابة تقول للإسلام يا إسلام انتظرني في أجائب الله تأكل بينها الإسلام. أنا خاشي جوا. بجيق نهايت اليوم. وانت طالع تأخذ الإسلام معاك في شنطتك. كده يعني ولا كيف? الإسلام ده معاك في أي محل? ولا ما كده? يبقى انت ما تعمل لي الموضوع? تحجروا لي. تقول لي ما مشكلتك كطالب في الجامعة. ليه ما مشكلتك? يا شباب. انا الان بقرأ لكم. وروني انتو كطلاب في الجامعة. هل دي مشكلة بالنسبة لكم? ولا لا. شعن نشوف زاته يا طلاب. ما انت ما بتمثل الجامعة يا كوس براك. دين ما طلاب محترمين. طيب. الطبقات كتابة طبقات لي وضيف الله. قال قال الشيخ يدريس والدال الارباب. والكتاب تب درسه في جامعة الخرطوم. في جامعة الخرطوم. احنا قرينا منه مختطفات. في جامعة الخرطوم. مختطفات من هذا الكتاب. الطابع الدارة السودانية للكتب. هناك في الخرطوم شرقي الميدان بتاع ابو جنزير تمشي قدام جيد. وفي وراغة ميداع. هرفتها? والحمد لله انه الطلاب في جامعة. ماذا يا صوفية الدراويش? اللي يقابلون في السوق. يقول لك لا. كتبتو يدتو. الطلاب يفهمين. يعرف انه رغم ميداع معنات الكتاب دا حق الزوال دا. لانه ما بيدوك رغم ميداع ساك. قال قال الشيخ ادريس والدال الارباب. ادريس والدال الارباب ابو فركة. الشيخ معروف. في ظل ما بعرفه. كل السودانين بعرفه. إلا تكون ما سوداني. قال شلو ادريس والدال الارباب? قال درجات الاولياء على ثلاثة اقسام. الاولياء الصالحين عند الصوفية بتقسموا ليه ثلاثة. كبرى ووسطى وصغرى. نشوف الاولياء بتعينهم ديل كيف? قال فالصغرى اصغر والي عند الصوفية يطير في الهواء ويمشو على الماء. دا والي برلوم يا داب تاته تاته تعرف تاته? والله دا عند الصوفية يا داب لسه صغير. بيرضع لسه والي بيرضع. ما قال والي صغير. يطير في الهواء ويمشي فوق الموية. عرفت? ان احنا ما لقانا صوفي واحد طاهر. انا ما عارف يطيروا باين? عندك مخطوط? حقاتكم براكم ولا شنو? يا كوز. جيب لنا صوفي يطير. انت الصوفي ما ما عندك معه مشكلة. وما تهتيجي تغيير الموضوع. انت الصوفي ما عندك معه مشكلة. لانك بتطبع له. وبتدافع عنهم. عرفت? وبتجي تقول للطلاب انا ما مشكلتي البرع والمكاشفة. اذا انت معناته ما عندك مشكلة مع التصوف. اصغر ولي يطير في الهواء ويمشي وين? يمشي فوق الموية. نشوف الولي البعدي. الفنو. تانية. قال. ان يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات. دي الولي الصغار الاولي الصغار. ينطقوا بالمغيبات. يعني بيعلموا الغيب. وربنا قال قل لا يعلموا. من في السماوات والارض الغيبة? الا الله. السوفية قالوا الاولي الصغار عندنا بيعلموا الغيب. طيب. قالوا الوسطى. الدرجة الوسطى. ان يعطيه الله تعالى الدرجة الكونية. حيث يقول لشيء كن فيكون. دا الولي في النص. يا دا بسنة تانية. عند صوفية يقول لشيء كن فيكون. يا طلاب. الكلام دا باطل ولا حق? حق ولا باطل? باطل. يهمكم. الكلام دا يهمكم ولا ما يهمكم? انت معناتها ما بتتكلم باسم الطلاب. اي هم دا الطلاب محترمين. انت على ذوال كوز بطريقتك من شفلك دنيا تانية. احنا يهمنا ننكر هذا الكلام. وهمنا نقول الكلام دا باطل باجماعة الطلاب. هرفت الحاصل? قال دا الولي في النص. قال والولي الكبير. قال وهذا مقام والكبرى هي درجة القطبانية. القطب عند صوفية دا وصل درجة درجة ممكن يكلم الله عديل. يتكلم مع الله عديل. زي ما قال محمد عثمان عبد البرهاني ذكر عن واحد اسمه العيدروس. قال وكنت امشي قال بين يدي ربي تحت العرش. قال بامشي عادي. ماشى العرش فوق. وماشى كده. قال فقلت لله كده وقال لي كده. يعني قال لي الله كده والله قال له كده. طبعا ما اجاب لك الكلام اللي قاله لانه كذب. قال لك قلت لو كده وقال لي كده. كيف يا كوز يا شعبي? تقول ليه الكلام دا ما بيهمني? ما بيهمك كيف? الكتاب ده انا جايبه من بيتنا? كتاب ده جايبه انا من بيتنا? مش موطبوع في الدارة السودانية للكتب. والدارة ويدرس في الجامعة. تجد قل لي انا ما بيهمني? شانت تعرف الكيزان دا الثماء دايرين كلام في الموضوع دا. دايرين انت سوفي ايوة. تعال تعال. انت برضو ابديقين ايه برضو تعال 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 ما مشكة ما مشكة. كلنا نجتمع. وذا التوحيد القبال ذكره. مش قال لقلنا عندنا توحيد. انت قال توحيد وشنو? التوحيد حقكم يا ولد ما التوحيد الله جابوا في القرآن والسنة. توحيد الله في القرآن والسنة. ولقد بعثنا في كل امة رسولة ان اعبدوا الله واجتمنبوا الطاغوت. توحيد الله تبارك وتعالى لما بعث النبي سعى سلم معاذ الى اليمن قال يا معاذ انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. في رواية شهادة ان لا اله الا الله. دا التوحيد تتعال الله بتعال نبي سعى سلم. لكن توحيد الكيزان اريني الامو الشغل كله. انا ويتا الصوفي. وذاك الشعبي. وذاك الوطني. كلنا يقول لك ما عونا واسع. ما عونا واسع. والكلام دا جابوا لهم منو. جابوا لهم حسن البنة. الراس الكبير. في كتاب رسائل التعاليم. دا حسن البنة. قال ايها الاخوان المسلمون. ان دعوتكم هذه حقيقة صوفية. ودعوة سلوفية. وحركة رياضية وهيئة سياسية. دا الدين بتاع لا. دا دين سيدك ذات العلمة كالنجرة. حسن البنة. رسائل التعاليم. قال الكلام ده. يعني شوف الان بتلقى الاخو المسلم الاسلامي زي ما هم بيسموا نفسوا. الكوز. طبعا من قسم لي اتنين. شعبي لا مال له. وكوز له اموال كثيرة انتم عارفين لهم براكم عارفين. ما انت قال اشاء السلوات بكم ما عنده عقل فطورة. ما شعبي. والترابي مات بابا الكان بيصرف عليهم مات. ما في حاجة تاني. عرف ده العاصل. دي لالكيزان انت قايل شنو? هون دي لالكيزان. الكوز تلقوا تلقى الكوز في النادي بتلقى قاعد رئيس النادي. تمشي المسجد. تلقى الامام بتاع المسجد. حلقت سبح بتاعت الغران تلقى قاعد. دار يعمل الحلقة. طبعا الجماعة كلها مصوفية والجماعة كلها تمشي الميدان تلقى كابتن الفريق. تمشي نادي الضباط تلقى بتاع اللورغان. ده الكوز دعته. والله العظيم. تمشي السياسة المنابر بتاعت السياسة. تلقى انه ينبغي والان ولا بدها. تلقى قاعد هناك محل السياسة. ديلي هم الكيزان. تقال الكوز شنو? الكوز ايه الحربوها زول. طلع في الشجر هذي بيبقى اخدر. نزل في الوطى بيبقى ترابي. مشا طلع في اي محل بيبقى على حسب الجو اللي هو عايش فيه. هرفته? يعني الكوز ده السي. لو اللي قاني في محل تاني انا كزول سلفي. وحاول اللي قليه مدخل. ممكن عادي يتماشى معي. تقال شنو? ما كوز في النهاية. تقال عنده دين ماشي عليه. منهج صحيح واضح ماشي عليه. بعادي ويوالي. الان الكيزان ديلي نسألكم انتو عدوكم منه? غير الشيوعين. تاني منه? شفتها? اليهود والنصارى ما عدال الناس ديلي. حسن البنة. قال ليست بيننا وبين اليهود والنصارى عدوة في دين. والكلام ده بيقوله الكيزان الصغار. الاخوان المسلمين. الان اتبع. قال واحد اسمه راغبة السرجاني. ديكتور كوز. راغبة السرجاني. حركة اسلامية. قال عداوتنا مع اليهود والنصارى. مش في مش في مش في دين. انما هي في ارض. انما هي في ارض. يعني مشكلتنا كلها بس مع اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. عشان يطعب تعطواتها يعني? ها? الله قال حتى تتبع ملتهم. ودى الذين كفروا. ربنا قال ودى الذين كفروا من اهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم. دا هو المشكلة البيننا وبين اليهود والنصارى. الكيزان قالوا لا ما عندنا. شكدا الان عند اليهود والنصارى. الان من المئة المؤسسين للمؤتمر الوطني. فيلو. فيليب ساوس فرج. بتاع صليب. فيليب ساوس فرج. جابوا فيهم درمانة الإسلامية قبل سنين. بقال بمناسبة احياغ زوات بدر الكبرى. جايبين نصراني. قال بيحياغ زوات بدر الكبرى. قلنا بس اسلم حارب دين في بدر الكبرى. انت قالوا حارب منو? ها? والله ما كان باقي لهم إلا يقدموا يصلي. قلوا اتفضل مولانا فيلو بساوس فرج. صليب المسلمين. عندهم اي حاجة شوف. عندهم اي شيء بتركب معهم. بتاعتهم باقي. بتاع خدرة. بتخش معهم عادي. بيقبلوك والله. والله ما يرفضوك. وش انت بتاع سجير? بيقبلوك طوالة. فشوف. ده المنهج بتاع الكيزان. عشان كده الودع تربي لسانه. كان انا ما عندي مشكلة مع البرعي. مشكلتي ما في البرعي والمكاشفة. طيب انت مشكلتك في شنو بالضبط. طيب مسألة قدام دخل في مسألة عذاب القبر. ودي المسألة. العثار الترابي. والترابي ما هو الزول يجيب الكلام ده. ده كلام المحتزل زمان قبل سنوات. مئات السنين. يعني ما شيخك ما هو فكر. وجاب كمفكر اسلامي ما قعد لتي حضوا الشجرة في المنشية ونجر الشغل دي من رأسه. الموضوع ده قديم يا ولد. اظنك ما بتعرف المعتزل. اظنك. ده موضوع قديم. زمان لا. خشوا في الموضوع ده لفوا ودوروا. وعلماء السلف ردوا عليهم وشغل انتهت. قال شنو? قال العذاب للروح ما للجسد. قال انا بفتكر. قال كده. طبعا انا الكوز. لما انداري ينجر ويكذب. يا بيقول لك انا بفتكر. يا بيقول لك انا ارهى. يا ودي التاب ترى ساكن. احنا زادنا ما بنرى ما عندنا عيون. ها انت. شوف الدين ده ما به انا ارهى. وانا افتكر. شوف قال شنو? قال انا بفتكر. انه الاية بكرة. قال شنو? قرأه كيف? قرأه غلط. لما من عصره? قال له. قال ما عليش انا ما حافظة. مش قال كده? طيب يا ودي انت ما حافظة. يا هي تفتكر فيها? انت بتفتكر ساي? يا اخوان انا ما حافظه. اية ما حافظة انا في القرآن. معقول اجي اوضح المعنى الصحيح للناس. اوريهم معنى الآية. هو انا ما حافظة ذاته. ما حافظة يا ناس. اوري معناها للناس كيف? انت والحاجة احفظة. بعد ذلك تعالنا شوف. انت ذاتو ما رجعتك في التفسير شنو? ما رجعتك شنو? الترابي? بافتكر وارأ? اكتب الكلامنا انا ما بسألك انت تكتب. لما اسألك تكتب. شان بعدين تخوشين عرفته? ما جاوب من بره. ما رجعتك شنو في التفسير? هل الترابي? هل انا بافتكر وارأ? لو قلت افتكر وارأ? ما منحي المشكلة. لانه ان احنا برضو بنفتكر. وانحنا برضو بنرى. وانحنا بنفتكر ونرى انه رايك وافتكارك ما عنده علاقة مع الراي والافتكار. اهو نحيي الله كيف? نحي الله كيف? ما كده يا ولد ما بأنا ارى وانا افتكر. قال انا شايف? قال انا بره وبافتكر. انه العذاب نعم. قاعد? كويس. قال انا شايف انه العذاب في القبر ما للروح ما للجسد. انما العذاب للروح. انه شايف? انت خشيت جوا? شفت من وين? يا اخوان ازول المفروض يكون عنده عقل. لما انت تقول لي انا افتكر. وانا شايف. واظن انه العذاب في القبر ما للجسد. انما للروح ما هي اما تكون انت خشيت. يا اما في زول خشة وكلمك. ولا ما كده اخوان? واحد من اثنان يا تكون خشيت انت جوا. وشفت الحاصل? ولا احتمال الترابي رسال لكم بسكول ولا حاجة. انه الشغل دي هو. الله اعلم. تاجي هنا خاشلين اينا? بعدين تورينا. انت خشيت جوا? لا ما خشيت. شفت انت بعينك? لا لا ما شفت. طيب افتكرت كيف انه العذاب للروح ما للجسد? من قال لك? اذا قلت له انه تفسير الآية? الآية انت ما حافظة صح. عرفت تفسيره كيف? ومن الفسره لك اصلا? وهل انت مؤهل تفسر القرآن? وهل شيخك الترابي? الما حافظة القرآن? الما حافظة القرآن. هل مؤهل يفسر القرآن? اشان ما تتكلم زي? قال قال شنو? قال حتى الآية اللي بيجيبها انتو? قال مجرد عرض. مجرد عرض قال. يعني قال شنو? يعرضون عليها. قال مجرد عرض. انت عرفت من وين انه العرض ده ما فيه عذاب. وعرفت من وين انه العرض ده ما عرضي حقيقي. ما ربنا قالوا في سورة الكاف. وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. هل عرضي ده رايك فيه وشنو? حقيقي ولا ما حقيقي? تعسورة الكاف. ها? ولما تقول لي يعرضوا على النار. لا يعني يعرضوا دي. يعني. يا اخواننا ذول لا يكشفوا يرجع. يبقى فايدة العرض شنو? وليه يا ربنا يخص الكلام ده بآل فرعون? ما كان يكشفوا ناس تانين. يشوفوا برضو يرجع. ليه ربنا قال آل فرعون? النار يعرضون عليها. ليه? لانه ده عذاب. عشان كده ربنا بعدها قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون. اشد العذاب يعني عذاب اشد من الكام بيعرضوهم عليه. في قبور بعدين عذاب القبر سابت بآيات غير دي. تبشي منا وين? للروح للجسد. للروح للجسد. بآيات من القرآن. وحديث كثيرة جدا. اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى اذ يتوفى الملائكة الذين كفروا يضربون وجوههم وادبارهم. ربنا قال ولو ترى اذ الظالمين في غمرات الموت. انتبه. والملائكة باسطوا ايديهم. اخرجوا انفسكم. اليوم تجزون عذاب الهون. اكتب الكلام ده عندك. دي صفرت الانعام. اليوم اليوم متين يعني. يوم القيامة? لا. اليوم تجزون عذاب الهون. هل ده يهو العذاب بتاع يوم القيامة? لا. لانه لسا القيامة ما قامت. طيب ده عذاب. ده عذاب القبر. اليوم تجزون عذاب الهون. الله قال كذا في القرآن. تجد قل لي لا لا العذاب. انا بفتكر انه العذاب للروح. وما للجسد. لا العذاب للجسد والروح. النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري وفي غير البخاري. انت ما قبل قلت تتفق معي في المصادر. النبي عليه الصلاة والسلام. لما زكر عذاب القبر. اول حاجة قال للسيدة عائشة رضي الله عنها. ان عذاب القبر حق. قال للسيدة عائشة كذا. ان عذاب القبر حق. والنبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث بتاع البراء الطويل. لما زكر العذاب بتاع المنافقين والكفار. زكر النبي عليه الصلاة والسلام. انهم يضربون بمرزباء. ودي يقول لك في مرزبة في القبل نحن ما لقلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يضرب ببرزبة قال وإنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين أو إلا الثقلان تكلام النبي عليه الصلاة والسلام يبقى العذاب ثابت بالقرآن والسنة عذاب القبر وكذلك نعيم القبر ثابت بالقرآن والسنة كيف تديدها تتفلسف وتقول لها لا لمال الرح والترابي ما قال كذا الترابي ما قال روح ما روح الترابي قال أصلاً ما في عذاب في القبل في جامعة القرطوم قال نمشي نفتح القبل قال يقول لك إن تمشوا بهنا قال يجوم ملكين قال طيب الملايكة ما تعمل له محكمة شو بيستهزع الملايكة ما تعمل له محكمة قال يا أخوانا الجسد عبارة عن باضي 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 60% موية 60% موية أخوانا قال أنا هاسي شيء ساتي بغير جس plante جسمي ده بغير كله بعد كم شهر كله بعد كم سنة قال في ناس غرقوا وفي ناس يتحرقوا وفي ناس أكلتهم الوحوش الله يلقاهم وين شان يعذبهم داتوا رابي سيدك في جامعة الغرطوم الشيخ مزمي القاعد الشيخ تعال تفضل أو بقر في أو بقر تعال أديك فرصة تعال تخش كفاية ما بتقدر تخش تعال تخش تعال ما شنو قالنا عندنا التوحيد حفظك المتين من جريدة والله اللي قاين بتكلم بين واحد في واحدة من وسائل الإعلام شاف لك المتين جاي دارك شربين طيب أنا أرجع ثاني بس نقطة واحدة من اللي تكلم عنه شامح الدين قال للشعب الشعبي ده قال إنه ما في عذاب ما أدي وده قال رأيي ابن عسيمين ما في عذاب ما أدي طيب بس أنا بديك شاهد واحد من السنة انت وريني العذاب ده مادي ولا ده عذاب حسي روحي ولا شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أتاني آتياني بيحكي للصحابة في رؤية رآها تمام رؤية رآها ورؤية لأنبياء حق ولا ما كده ولا الشعب ما بيتفق معانا والسنة هذا بيتفق معانا بيها غلي الرؤية والنبياء صاحي إنت مختنع بكلامه خلي نايم صاحي ده الصاحي ما مختنعين بكلامه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما مختنعين بيها ولا يتم تابع الترابي القرآن ما مختنعين بيها الترابي قال ما في يا جوج وما جوج يا جوج وما جوج ده وين؟ وين؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بتكلم معهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤقنون الدابة في القرآن انكرى الترابي يا جوج ما جوج في القرآن انكرى فهمتها؟ لأنك ما تقول الله إن إحنا بنؤمن ولا مؤمن معك شوف الشعب ده ما مؤمن بأي حاجة إنت إذا تابع للترابي فهمتها؟ الترابي ما مؤمن بها كله كل ما مؤمن بها الليلة بيجيبك لك بكرة لا دا لا دا كله بيجيبك بس أي أن كان الشاهد شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آتيان يحكي لنا القصة قال فمرابي على رجل مستلق إلى قفاه زور راقد في الوقت على قفاه وواحد تاني واقف عليه بكلوب من حديد كلوب ده زي حديدة ملوية كده زي الحديدة الشنكل بتاع الجزارين ده وزي الحديدة المنجل بتاعرفوا بتاع القش الناس الشغالين في الخالة بعرفوا الحاجات دي زي المنجل قال قائب عليه بكلوب من حديد قال فإذا هو يأتي إلى شدقه إلى شدقه الأيمن إلى شقه الأيمن شقه الأيمن ده بجاي قال فإأتي إلى شدقه يعني إلى خده فيشرشره بشقه كده الحديدة يشقه كده الحديد وراء من هنا يشقه ليه وراء بغادي قال ثم يأتي إلى من خاره نخرته دي اليمين يشقه الحدي وراء قال ثم يأتي إلى عينه فيشرشره إلى قفاه قال ثم يأتي إلى الشقه الأيسر فيفعل به ما فعل بالشقه الأيمن لما ننتهي من الشقه الأيسر بلقى الشقه الأيمن برا بيرجع له بشقه تاني قال هكذا إلى يوم القيامة فقلت سبحان الله ما هذاني قال لي انطلق انطلق حديث فيه مجموعة من الأشياء ذي آخرة جقل له ما الرجل ده مالو مالو زول له وإس فقال له هذا ينام على الصلاة المكتوبة ويعلم القرآن ولا يعمل به الشاهد يا أخواننا العذاب ده عذاب في البدن ولا حس في الروح بس أيضا أقول لك فكر في البدن ولا ما في البدن في الروح عندها عين بشقه عين بشرطه ونخرى بشقه لحد ورا والذي جسم بدن بدن بتاع إنسان العذاب يا أخواننا على البدن وعلى الروح معا طيب انت لو قلت العذاب على الروح ما على البدن تختلف مع ترابيق ذاته ترابيق وجماعته لأنهم ما انكروا عذاب القبر قالوا عذاب القبر لأن الحساب ما جلسه ترابيق قال الحساب يوم الغيامة ما في حساب قال في الغبور طيب انت لو قلت على الروح أين ذاته بسألك انت زولك العذابو على الروح ده عذابو كيف قبل الحساب في حساب الروح ذاته عذابوها ليه؟ بفهم شيخك إذا كان ما في عذاب بسه بفهم شيخك لسه الحساب ما هي الحساب يوم الغيامة لأنها الروح ذاته الروح ذاته لأنها يعذبوه قبل الحساب ده سؤال يقدر يجاوب عنه؟ شاكينا تعرف أن نازل أمخاخوا النيمو لأخبطة وأولاد يائين فرحانين دار واحد كشير لي بكلمتين لكن أنا بنصحه ده ولا الصغير ومسكين يا عودة الناس ما تضيع رقبتك ما تضيع رقبتك الترابي دار منه ويا جرن يا ساسا ويا خس الساسا وتعرف البلد بيناسا والشريعة ساسا وشريعة شريعة ولا موت الرباتهم ذاتهم اجوا يطقوا بك لو يطوش إليك ويجدعوك في السجن وتعيش ما مرمط حياتك كلها لما نموت ما مرمط فيهمتا؟ ده سياسيا فاشل ولا ما فاشل في الدنيا دي ما فاشل؟ يا ناس يا اخي زول خليك انت عندك عقول يا اخ زول فاشل لحد ما مات لحد ما مات فاشل وربنا ما وفقه كله 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 الترابي ده ما موفق سبحان الله ايام وفاته دارين يصنع منه قيصر من القياصرة وعالم من علماء الامة والقنوات شغال الشروق وما تعرف بتاعت حسين خوجة لديك وزاعة المساء واشنو اجيبوا في الترابي وروجوا العلامة وفتعرف شنو ربنا سبحانه وتعالى قيض لهم مقطع اثناشر صغير فيه كفريات وضلالة الترابي المقطع الحتة ده انت شركت من ترويج ده كله ومات الترابي والناس بالشكلين هو كافر ولا مسلم خليك منه عالم ولا ما عالم بعد السنشة اجمعين وبعد لازلنا في محاور المنبر يا اخوانا والمداخل الكلام اللي ذكروا قبل الصلاة انا علقت يا دوب على النقطة الاولى وعلقوا على غيري اللي هي بتتعلق بعذاب القبر وقلنا يا اخوانا عذاب القبر من المسائل الثابتة ومن المسائل العقدية والناس اللي بتناقش في الموضوع ده انا ما ادري ليه النغاش الكثير مع وضوح الادلة مسألة واضحة جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة رضي الله عنها جات امرأة يهودية دخلت على السيدة عائشة فقالت يهود تعذب في قبورها فالسيدة عائشة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة ان عذاب القبر حق حق ما في شك تمام يلا الشبهات اللي اعترضوا بيها على عذاب القبر كل شبهات واهية زي الكلام اللي بيقول لك انه الدنيا ما في حساب الحساب بعدين يوم القيامة لا شك يا اخواننا انه الحساب الاكبر والعقوبة يوم القيامة الحساب يوم القيامة والعقوبة النهائية يوم القيامة لكن ما معناها انه ما في عقوبات في الدنيا ما معنى كده فالرب الله سبحانه وتعالى قال ولو ترائد يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم طيب الملائكة بتضربهم ليه ده نوع من العذاب ولا ما نوع من العذاب تضربهم الملائكة وهل القيامة قامت الغيامة ما قامت تضربهم بتين تضربهم حين الموت في وقت الموت في عذاب ده مما يدل علينا يا اخواننا وان كان العذاب والنعيم بتاع الانسان بعد الحساب يوم القيامة لكن في عذاب في الدنيا ربنا قال من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون في عذاب في الدنيا في عذاب في البرزخ في عذاب بعدين يوم القيامة دي ما شوفها يقول له يقول لك بعدين الحساب وأستم افترض يحاسبون في الأول وما حاسبون يحاسبون ليه ده كل كلام واهي ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى اذي الظالمون في غمرات الموت يعني في وقت الموت والملائكة باسطوا ايديهم يعني بالعذاب اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياتي تستكفرون اذا يا شباب الشبهل بتقول لك انه لسه ما حاسبهم له يعذبهم نقول العذاب فيه لان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بمآلات العباد ربنا اعلم بل انسانا اللي في النهاية حيدخل الجنة من وفي النهاية حيدخل النار من وربنا سبحانه وتعالى يعاقب الناس على قدر ذنوبهم انت عارف ناس العذاب ده بالنسبة لهم في القبر ما كفار هما ما كفار ذاته والعذاب في القبر بالنسبة لهم طهار ونقاء نقاء من الذنوب اللي ارتكبا في الدنيا العبد ينضب من الذنوب احيانا الناس ينظفوا من الذنوب وينقوا بالمصائف في الدنيا زل تجيوا مصائب ارفضوا من الجامعة تجيوا مصائب كثيرة جدا مرض في بدنه نقص في اهله نقص في المال اي عقوبة من العقوبات قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فان امره كله خير قال ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له كويس؟ كل خير ليه؟ ينقبه المؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس عليه ذن ينظف المؤمن بالاشياء دي منا عذاب القبر شكدا ابن القيم رحمه الله تعالى قال عذاب القبر بالنسبة للمسلمين ليس دائما ما تتخيل ان العذاب دا دائم بس اي يزول عذابوا معناه دائم طوالي لوم القيامة لا بعض الناس العذاب ينقطع عنهم بعض الناس العذاب يستمر معاهم ولذلك كانت كما قالت العرب قديما قالوا كانت إذا مقلت بطون خيولهم يعني المقل دا دا زي سوى الهضم يعني لما يجي المرض تعالى المقل في بطونة زي سوى الهضم كده ما بتهضم يقوموا يودوا لقبور أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأن هناك العذاب الخيول بتسمع انت ما بتسمع الحمار بيسمع البهاين بتسمع العذاب داخل القبور انت ما بتسمع شاكي دا أول ما تسمع العذاب دا بتخاف تخاف خوفة لذلك اللي بتنحل بطونة بتفكة الأشياء اللي في البطن دي كويس فإبقى يا أخوانا النغاش الكثير في الموضوع دا ما عنده معنا مسألة دي ما فيه نغاش كثير مسألة سابتة ومنتهية الزلداري غالط بعدة تاني إلا عنده فهم تاني كويس برضو من الأدلة يا أخوانا القوية عند العلماء في عهد عمر بن خطاب رضي الله عنه دا مما يدل على نعيم القبر وجدوا قبر لنبي من الأنبياء اسمه دانيال عليه السلام لقوا الجسمان بتاعه كويس زي ما هو لأن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض لقوا زي ما هو كده وعلى صدره الكتاب دا الكتاب اللي ربنا نزل عليه زي ما هو ما نقص منه أي شيء إلا شعارات من رأسه كويس شهد عمر الخطاب رضي الله عنه والصحابة حفروا قبور كثيرة تلتاشر قبر ودفنوا فيه واحد ودفنوا البقية ديلك شاء الجماعة ما يجوا يعرفوا لأنه فيه ناس زي شغلت الصوفية السدي كان يقول لهم كمان غبر بتاع النبي وغبر شماشي سايا السهينة في البلد بصولة صالح غبر بتاع الدول ولا صالح ذاته فيهمتها؟ شيوعي زي بتاع الصيني الهناق ذاك في الجزيرة في أبعشر وفي واحد في الحصحيصة برضو فيهمتها صيني صيني بيقول اسمه كانتون ولا شنو صيني تاري عامل لقوبة دي كم نشوفها في ثلاثة قوبب جنب بعض مهندسين صينيين ماتوا السنين دا عندهم القوبب دي شكل هندسي سايا يعني في النهاية ما امرنا قلت تسكار كده وما تعرف حركات زي دي أسا جماعة هناك من دهو فيهم يا الفاكي الصيني ويا الفاكي ما تعرف شنو فهمتها؟ فده قبر النبي من الأنبياء دانيال حفروا قبور كثيرة ودفنوا في واحد منها وخلاص عمه عمه الخبر على الناس ما في ذلك يعرفه تاني هو يعطو فيهم دا دانيال داك دانيال وينه شان ما يعرفوا ذاته يفتشوا لم يلقوا تاني تمام؟ فيبقى يا أخوانا الشاهد من الكلام دا شنو؟ الشاهد دا نبي من الأنبياء ولا شك أن الأنبياء منعمون لا شك النبي منعم في دي حياة برزخ لا شك كنن منعم شك كده لا؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما من نبي من الأنبياء قالت يرى مقعد من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من نعيمها فهذا ينعم النبي من الأنبياء ونحن نشوفه قدامنا انت ما حالشوف أي حاجة وسبب من الأسباب اللي خلت ترابي وشوفه عدل ينكر عذاب القبر قالوا لأنه ممكن نفتح قبر من القبور وما نشوف أي حاجة يعني تمشي السلامة ونقول لك دارين بأم العمل لنعرفه في عذاب قبر ولا ما فيه نقول لك نمشي المغابر نحفر غبر بجاية نمشي المغابر النصارى ومغابر المسلمين نحفر غبر من هنا وغبر من هناك نشوف ده في عذاب هنا ولا ما فيه في نعيم هناك ولا كده فهذا كلام هذا؟ وده من أغباء ومن أبلد الناس اللي بيقول كلام زي ده ليه؟ لأنه عذاب القبر يا أخواننا من أحوال الآخرة ما من أحوال الدنيا من أحوال الآخرة وده جزء من حياة الدار الآخرة ما جزء من الحياة الدنيوية وإلا لو كان الناس الليلة بيفتحوا الغبر يشوفوا دهك منعم ويشوفوا ده معذب كويس يبقى ما في قيمة للامتحان بالإيمان بالغيب لأنه حالات بيقات شهادة كده تاني البكفر منه وزاته ما فيها البكفر زاته تاني بعد يفتح كده يقول لك يا الله هاي نار مولع شوفه بعينه ده شنود انت ما بشتشوف انت بعينك لأنه ده يا أخواننا من الشغل بتاع الآخرة بعدين ده ما شغل بتاع الدنيا فهمته لكن ده من غباؤل ومن بلادتهم آه طيب تاني قال خلاصة كلام الترابي التوحيد وقال عنده كتاب اسمه التفسير التوحيدي هو انت قال الشغلانة بالأسماء يعني يعني عنده تفسير توحيدي معناه موحد هو البرع عنده كتاب اسمه التوحيد البرعي خلق من الترابي عنده كتاب اسمه التوحيد عنده كتاب اسمه حياة الصحابة لكن التوحيد اللي بتكلم عنه هو ده ذاته التوحيد ده هو ده ذاته شريك فهمته؟ نحن ما قضيتنا يكون عند الترابي كتاب اسمه التوحيد ولا ما يكون عنده نحن قضيتنا العقيدة والفهمة الفهمة اللي رسخوا الترابي للشباب دير فهمه شنو في الدين عقيدة شنو الترابي الترابي الآن أنا داير حاجة واحدة من الثوابت عند الدكتور حسن الترابي واحدة من الثوابت شنو؟ ثابت ما بالزعزع زي ثوابت الرياضيات دي مش عندكم ثوابت؟ قولك ده ثابت؟ ثابت ده يعني ما بتغير صح؟ ولا شنو أنا ما بعرف غايته؟ مش في ثوابت؟ طيب ها الترابي الثوابت بتاعته شنو؟ هل القرآن عنده من الثوابت؟ يعني القرآن ده كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكل ما قيل في القرآن صدق وحق وما يعارض ولا يناقض هل عند الترابي الكلام ده ثابت يعني؟ ما عنده ما ثابت ترابي الفهم بتاعه كله فهم متغير متمحور على حسب المصالح تاعت الترابي والحزب بتاعه متمحور الليل يقول لك في جهاد يطلع الشباب هناك يمشوا وين معركة اسمها شنوه ديك الميلة الربعين معركة ما تعرف واو ماشين جوغريال وما تعرف وين وررر طلعوا الناس شهادة ونستشهدوا في سبيل الله قولوا لابد من الجهاد كلام كان سمح ودوا الجماعة هناك الجهاد زمن ماتوا كميات من أبناء الشعب السوداني بعضهم نحسبوا كان صادق وجهد في سبيل الله وشانا ربنا يتقبلهم قبول حسن شانا ربنا يتقبلهم على حسب نياتهم من نصر الدين وانتصار الإسلام ربنا يتقبلهم لكن تبقى المشكلة وين هل ثبت الترابي على هذا المبدأ اللي ده عليو الناس يوم من الأيام هل ثبت عليو هل بيقى بيفت دايما انه ده جهاد في سبيل الله وجهاد شرعي والماتوا ديل ربنا يتقبلهم شهداء هل بيقول كده أول ما اختلف مع الحركة الإسلامية أولاده ربهم براهم رجع تاني وقال لهم ده كله ما كان جهاد كلهم ده الفطاة السعي ما كان جهاد قال ليه لأنه فقه الترابي ما فقه ينبني على ثوابت وأشياء زوال يعتقدها ويدين بيها ويدعبت بيها ويموت الله يقابل الله عليها لا يقوم على شنو على شغل بتاع شغل بتاع مواقف مواقف بس الليلة علاقته كويسة مع الإسلاميين يشكر الدين بكرة علاقته تخرب مع الإسلاميين ينبز الدين جا طعن في الجهاد جا بالورة طعن في الحور العين ذات اللي كان يوم من الأيام بيمني الشباب بإنه الواحد لما يموت شهيد في سبيل الله ويكاتل جونجرن ويموت يمشي هناك ويزوج له من الحور العين شهيد اتنين وسبعين حورية من الحور العين جا راجع الترابي بعد فترة قال لهم ما في حور عين ما في وقال لنا البنات الكوزات قال لي نتنين الحور العين كوزات تخيل الكوزة حور عين يا أخي ربنا قال لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ديال كده برضو برضو يا ناس لكن انت عارف أصله الولادات الزي دال ما بغشهم واحد بيخدعوه ويسمع افكار وفكر فكر ويقول لك ما تبقى زي السلفين دغمائين نصيين بس نصيين اه انت فكرت طلعت باشنو طلعت باشنو يا ناس نحن عندنا تفكير في دنيا وتفكير في دين كويس؟ التفكير ده نوعين اما تفكر في امر من امور الدنيا ده مفتوح مطلغا فكر زي ما انت داير انت كسوداني فكر كده انت تجي لنا حاجة انت لعم في كلية الهندسة في واحدين بجاء بيركبوا طيارات في واحدين بناك ما عارف بيوصلوا كهرباء ولا بسوي اشنو واحدين بيفتحوا موية كده مش زي تفكير فكر يا اخ اصنع لنا طيارة تطير بجناح واحد طيارة بتنطط اصنعي طيارة بتمشي بالوقت لو فترت بتركب ركشة اصنع حاجة فكر فكر في الدنيا دي فكر زي ما في مشكلة يا اخ نحن ذاته معاك صنعت طيارة بتنطط لو قدرنا بنركب فيها تنطط فينا ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة فيهمتها دي دوني يا اخوانا فكروا كما تشاءوا لكن ما تفكروا في دوني زي جامعة هذه بس اللهم الرحمة الله خربانة قاعدة في طيارة بهناك مكاركاعة انا مما جيت دخلت جيت ما جيت الخرطوم دي زمان ودخلت للجامعة الطيارة دي قاعدة في محلة طلب اخو شو بجاء يعينوا لك البرلون بيقول شو مصنع الطيارات بجي بهناك في طيارة قاعدة بهناك ايجي خاشي بجاء يمرك بحناك بس وين ابتكاراتك فكر وينو تفكيرك استفدنا منك شنو انت في الدونياتنا دي استفدنا شنو ما في حاجة ما في تفكير في الدونية دي ما في اختراح في الدونية ما في البدعة في الدونية دي حلال ابتدع في الدونية دي جيب بدعة حلال ما في شي لكن ما في بس زلدار يفكروا في يضروا الدين حتى التفكير في الدين الاسلامي متاح في جانب شنو تأييد النصوص وفهم النصوص واستيعاب ما اراده الله عز وجل وما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ما في مانع فكر انتهى اه فكر ورنا مفهوم الحديث الصحيح شنو مفهوم الحديث الضعيف ده شنو مفهوم الآية ده شنو ما في مشكلة لكن تأي انت تفكر شان تعارض كلام الله ده تفكير تفكير شنو ده تأي انت تفكر شان تطلع لنا احاديث الرسول غلط احاديث الرسول صلى الله سلم دار يطلعها غلط يعني يبقى حضر السيادته هو الفاهم والنبي ما فاهم. دي النتيجة اللي من اطلع به احنا. لما يجي يقول لك يا اخي الصحابي ده قل كده وبالله اشوف يا تلقافوا شعب ساولة صغيروني ولا فاهم شي. شو يقول لك يا اخي? اوان الخطاب قالوا وقال كده بالله بله ما هو بالكلام ده يا اخي. يا السلام يا اخي. يعني اوان خطاب غبي وفاهم انت يا بليد? لا النتيجة شنو يعني? ده اصلي النتيجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفهم. ويفهم الودة الشعبي. يعني في ايات من زمان. ناس الصحابة كلهم عن الخطاب وبكر الصديق. وسيدة عايشة وطلحة وابو عبيدة وابو هريرة ما فيهم هو فاتد عليهم. وجو بعد يوم التابعين يا سعيد ابن جبير وابن المسيب. كلهم ما فيهم هو فاتد عليهم. جو تابع التابعين. ولا اما الاربع مالك والشافع ابو حنيفة واحمد. كلهم فاتد عليهم ما فيهم ايجي شعبي. اه حضر السيادة الليلة دي داي طلع ديرك. ما فهمه. وفيه ما هو اسا دي. ما فهمه. فيه ما هو اسا. فهمت? وفيه مسائل العقيدة يعني. ما عليش لو في مسائل يا اخواننا بتتعلق بالنوازل. النوازل الجديدة. الاشياء الحدث الجديد. العلماء اجتهدوا واستنبطوا طلعوا لحكم شرعي. ما في معنى. ما في مشكلة. لكن ممكن تعيب. تضرب السوابط. السوابط الاساسية بتاعت الاسلام. سوابت الدين. اجي ضرب شعبي الان بيفهم مغلوط بالآية. اضرب السوابط. اللي ماتوا صحابة وماتوا عليها. ثوابط يعتقدوا التابعون وماتوا عليها. ثوابط يعتقدوا له ايمة الاربعة. ايمة الاسلام كلهم وماتوا عليها. اجي الليلة شعبي داني يضرب لنا كله وينصفه. كله ينصفه. ايبقى احنا كمسلمين ما عندنا اي ارث. ولا تاريخ. اه? ما عندنا اي شيء من تاريخنا القديم ولا ارثنا الاسلامي ولا عقيدتنا عقبت المسلمين انصفه لك شعبي. اه? ولاد ما فاهم اي حاجة. ما فاهم ولاش في دين الاسلام ولا في اي دين من الذي يعني. ما فاهم حاجة. يبقى نحنا لو جبلنا بكلام سيدنا نبقى احنا اغبية ذاته. نبقى نحنا ذاته اغبية. ما امكنا لنرى عقيدة نزول المسيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة يؤمنوا بيه. والتابعون. والعمة الاربع. وليه يومنا الليلة? ايجي بس واحد فانطوت كده شعبي. وليه ساي? يقول لك لا لا يا خل المسيح ينزل كيف? ربنا قال اني متوفيكة. ها? ورافعك اللي. متوفيك قال. يعني ميت. بتموت يعني. متوفيك. خلاص. عيسى مات قال ما بينزل. قول مات. ولا ده لناخشك كثير في انه اه متوفيك لا معناه مونيمك. وكده لا. مات. قول مات. اهان. الله قال بنزل. النبي قال بنزل. قول مات عديد. تب. ربنا سبحانه وتعالى قال. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم سهيدة. وربنا قال وانه لا علم للساعة. وانه علم للساعة. علم للساعة يعني شنو? يعني علامة. يقول لك ده علامة السودان. علامة السودان يعني شنو? يعني ده شعارة علامة. علامة السودان. كويس? علام للساعة. يعني علامة من علامات الساعة. النبي صلى الله سلم قال كلامه لا بيحتمل النغاش ذاته. قال يوشي كان ينزل فيكم ابن مريم. ينزل. بنزل قال. ها? حكما. عدلا. فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير. ويضع الجزية. قال ينزل واضعا يديه على على كتفين ملكين. واضع الجوكين. بيجي نازل. على كتفين ملكين. على مهرودتين في المنارة البيضاء. ينزل ويقابل المسيح الدجال بيكون قاعد المسيح الدجال وقت داك. وانا متأكد. النوعية بتاعت نوع الشعبيين ونوع غيرهم الناس السزج ديل لو حضروا المسيح الدجال بيؤمنوا بيو. لانه داك بيعتبروز المجدد يا اخ. يقول لك مجدد يا. انت مو اهم كده تجدد يا. وتجدد شو التال القديم نفعت فيه. شانت تقول ليه تجدد. تجدد شنو انت ذاته. واسه احنا راجل تجدد لنا انت. انه عياد دينا مستغرب في ذاته يا اخ. يا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عيسى ابن مريم بنزله. بيطارض المسيح الدجال بيقتله. في باب لود بيقتله. انتهي منه. لما ينزل بيكون المهدي المنتظر. ما المهدي بتاعنا بتاع السودان دا. دا الفوا لك مسرحية طويلة عريضة. المهدي قال. هو المهدي المنتظر. والخليفة عبدالله التعايشي. خطي نفسه في مقام وبكر الصديق. والمهدي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قال من بيتي النبوة. في امتى? وداك البعدي هو متولي. نفس المهام بتاعت الخليفة الاول. ويونس والديكيم قال ولا منه ما عارف. قال يرسل خطاب لملكة فكتوريا. يا دا المسرحية. شكلوا فينا مسرحية. نحن الشعب السوداني الناس استغلت بساطتنا. انه بنصدق اي كلام. اه? الا من رحم الله بنصدق. ايجي واحد يقول لنا انا المهدي المنتظر. الناس بصدقوه. ايجي يونس والديكيم يقول لنا قال قال لي مونيكا ولا اسمها منه دي? بتاع اه بريطانيا اسمها منه. فكتوريا صح? قال قال رسلوا خطاب لفكتوريا قال له لو اسلمتي واحسن اسلامك. اه? ودخلت كده. وبعد ذا قال له من عرسك يونس والديكيم لو رضا. جابه لك وصار كده قال. يونس والديكيم. يعني راجي عرس فيكتوريا? مسرحية. مسرحية عملها فينا. داك عامل في المهد المنتظر. وداك بعشوية الخليفة الاول. التعايشي. في متى? ونحن اولاد الرسول. ونحن جدا الرسول. في متى? مسلوا مسرحية في الشعب السوداني والنص الضقوم. زمن طويل جدا. زمن طويل. في متى? الناس عاشد على. عشان كده شوف البلدينة الناس بلعبوا بهم. بلعبوا. لكن المهد المنتظر لسه ما جاء. ليه? لانه بينزل في وقت عيسى بن مريم عليه السلام. انزل والمهد المنتظر يصلي بالناس. فاول ما ينزل عيسى بن مريم يتأخر المهدي. فعيسى بن مريم يقول لهم امامكم منكم. يعني صليبهم والمهدي. فصلى بهم وصلى عيسى عليه السلام خلفه. الشعبين بيقول لك عيسى بن مريم لما ينزل هل بنزل النبي جديد? ولا بنزل تابع لنبوة محمد صلى الله سلم? ها? وعلى عيسى الصلاة والسلام. هل بنزل النبي جديد? ولا نبي جديم? ولا شنو? كويس? يعني خلاص نظام له ما بنزل. لانه ما في نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يقول لك هينزل عليه حال. هينزل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كويس? ويحكم بها. ويقيم العدل في الناس. والبلد بتمالي خير. الترابي بيستهزة. ذو الكلب جدا. ذو الكلب جدا. بما تحمل الكلمة من بعنا. بيستهزة. قال في ناس قاعدين هي ناسة يقول لك. نحن راجين عيسى جينا. وراجين عيسى يملأ الارض حدلا. وراجين. يا زال ما لوم بنرجع ولا يفشنو يعني. المشكلة وين المشكلة يعني. ما النبي عليه الصلاة والسلام قال بنزل. وقال يملأ العرض حدلا. كما موليات جورة. وفي عادي عيسى من مريم عليه السلام قال النبي عليه الصلاة والسلام من العدل. العدل اللي يكون في الارض. قال وان القحفة الرمانة الرمانة الواحدة السغيرون دي. قال ان الرمانة لتكفي الفئان من الناس. يجي مجموعة من الناس. يجي بلو الرمانة واحدة. يأكلوا مننا كلهم. يأكلوا. لمن يشبعوا. كلهم يشبعوا. قال ويستزلون بقحفتها. القحفة حقتك. يشيلوا لأي سوارا كوبه يقعد تحتك. ده خير. بركة. قال وان اللقها من الابل. الحلبة الوحدة بتاعتها الناقة. قال لا تكفي الفئان من الناس. ده من الخير والبركة. ويفيد المال. بعد ذلك تطلع الزكافة تاعتك. زل بيقبالها منك ما فيه. الناس مرتبة ما اندي اي مشكلة وشبعانة. خير. جاء من العدالة. البتجيبتين. لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلامة. لكن الترابي انكر نزول عيسى. الترابي انكر عذاب القبر. الترابي وبعد ده يشوفها زي ديلي. شوفها زيلي وده اللي قبيل ده. قويس. بأس دن بارننو. انت ما عندك عقد? انت ما عندك فهم? خليله ما عندك دين زادة تع vrai انت فهم ما عندك? فهم. ما عندك? ده يتمسك نصوص الغران تنكر فيها واحدة واحدة يشيله يجدع. قال ما فيه سيدرة منتهى? قال السما فيه فشاء. شجر بتاع الشوك قال. السما فيه شجر الشوك? قال ما في ليلة الغدر. ليلة الغدر هي قال كان الزمان. في العادة للزمان داك. وهو قال انتهت زادتاني ما في ليلة الغدر. وصية القحطار. قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحقان